احيانا كنت تسألوني لو عندي موديل فيه زيرو زي الترانسفر فنكشن فيها زيرو فيها سنجل امبوت سنجل اوبوت وهي الترانسفر فنكشن هون وترانسفر فنكشن نفسها فيها زيرو يعني لو كان عندي اس بلس وان اس بلس تو اس بلس دي واذا اطلع الستيت سبيس موديل لهذا السيستم هلا انا ممكن احل على الكنترولابل او كنونيكال فور او الابزيرف ابيكال فور ما يزبط معي مش هيك مش بقدر اكمل هون على الانترولابل الا البزيرها بالاي باي كنونيكال فور يعلي كنا نعمل نيجي نقول ي علي اس بيساوي على يو قرب S بيساوي S بلس 1 على S بلس 2 في S بلس 3 وكنا نقول Y على S YS على S بلس 1 تساوي Q of S تساوي فرضاً X1 of S و U of S على S بلس 2 في S بلس 3 تساوي Q of S تساوي X1 of S مش كنا نقدر عمل هيك بالcontrollable canonical form حتى نطلع الcontrollable canonical form كنا نكمل نظبوط متذكرين وهو ما عندي مشكلة انه فيه مشتقة في U انتو هم تشكم هم هلكم مشتقة U ما عندي بس انا لو ما بدي اعمل هيك او بقدر اعمل observable canonical form مش هيك كنا نضرب الطرفين وبعدين ننقلهم يعني هكذا ملخصة عيبا اذا بدي احور للcontrollable canonical form وبنكمل من هون تعرفوا كيف تكملوا من هون شو بيصير عندي بصير عندي Y of T بتساوي X1 dot زائد X1 وبعدين بعوض بقول بقرر ايش بدي اساويها وبكمل او بقول U of T بتساوي X1 double dot زائد خمسة dot زائد ستة X1 وبنكمل تعرفوا تكملوا من هون اخدنا او ممكن نعب observable canonical form والobservable canonical form بعملي cross product من هون فبيصير عندي Y of S double dot مش هيك زائد خمسة Y of S dot زائد ستة Y of S تساوي U of S dot زائد U of S وبعدين بدنا نقولهم خلينا Y double dot of S على جهة ونقلنا البقية بتزبط معكم بتقدروا تكملوا مش هيك هادي طريقة وحتى اطلعها بال observable canonical form اذا ما بدي اعمل هيك فيه طريقة ممكن اعملها بستاختار state verbal هالبن اختياري لستات verbal ما رح يكون اني اقول X1 dot بتساوي X2 هون الاختلال شوفوا ايش نعمل الان عندي هلا Y of S على U of S بتساوي S plus 1 على S square plus 5 S plus 6 مضبوط هلا لو ضربنا الطرفين بصير عندي Y of S في S square plus 5 S plus plus 5 S plus 6 بتساوي U of S في S plus 1 فبصير عندي Y double dot of T زائد خمسة Y dot of T زائد 6 Y of T بتساوي U dot of T زائد U of T راح احط هلا X1 of T بتساوي Y of T بس ما بكمل بقول X1 dot بتساوي X2 فبصير عندي هلا محل Y بعد راح احط X1 فبصير عندي X1 of T double dot زائد خمسة X1 dot زائد هاي ستة هون 6 X1 of T بتساوي U dot of T زائد U of T هلا راح احامله راح اخلي هون X double dot of T بتساوي راح احامله هاي دول على الجهة الثانية وبصير عندي file X1 وخلينا اخذ الستة بالأول minus 6 X1 of T ناقص 5 X1 dot زائد U dot of T زائد U of T هون المشكلة عندي ما بقدر اجي اقول X1 dot بتساوي X2 احط محل هاي X2 dot هلا بدي اعيد ترتيبهم عشان اخلص من U dot U dot اللي موجودة هون فاللي راح نعمله الان راح اجي اعيد ترتيبهم فرح ااخد U of T راح انهر على الجهة التانية فبتصير عندي X1 double dot of T minus U dot of T هاي خلص من هادي هون وهون عندي 6 X1 of T ناقص 5 X1 dot of T زائد U of T هلا اذا منطلع على هاي ممكن الان هلا اقرر اقول انه X2 dot بتساوي ها اوكي فهاي ممكن احطها بالشكل التالي X dot minus U of T الكل dot dot اوكي اعرف ازا هذا الرقص الصحيح بس تفاهمين شولا فانا هون عم بعمل dot عليهم جوا من هون فهاي فهاي ممكن افكر فيها كأنها X2 dot ايش لازم مكون على الجهة التانية بس عندي X1 و X2 مش هيك فهلا هاي بتساوي minus 6 X1 of T minus 5 هلا بدي احاول هاي احطها X1 بيصير شي ضال عندي X1 dot مش هيك بدي احطها بشكل بيشبه هاي احنا قلنا خلينا نحط X2 of T بتساوي X1 dot minus U of T احنا كنا متعودين شو نعمل حط X1 dot بتساوي X2 فحطينا هلا هاي هاي هلا عندي هاي minus 5 X1 dot of T اذا بدي احطها ممكن اجمع لها 5 U of T مش هيك واطرح 5 U of T بيصير لو اجيت جمعت 5 U of T ناقص 5 U of T ما تغير اشي وعندي لسه هون زائد U of T مصبوط جماعنا وطرحنا نفس الكمية خل الخمسة U of T مع هاي بيصير عندي ناقص 5 جوه ايش بيصير عندي X1 dot ناقص U of T ناقص ناقص 5 U of T وزائد U of T بتعطيني ناقص 4 U of T هاي بتضلها زي ما هي ناقص 6 X1 of T ومحل هاي بعض راح حط X2 dot of T صارت الان هاي بالشكل اللي احنا بدنا لانه هاي كلها بادر الان اشيئ لها وحط محلها X2 of T فصارت بالشكل اللي انا بدية اللي U dot على جهة والجهة الثانية X1 وX2 وU والمعادلة الاولى هايها موجودة هون بس لازم عين ترتيبها شو لازم اعمل الان X1 dot بتساوي X2 of T زائد U of T اللي هي كانها zero X1 زائد X2 زائد U of T اذا هاي هاي ما راح تطلع لا بالcontrollable ولا بالobservable ولا بالداجون راح يطلع فور ما قلوش اسم لهذا بس هذا سمحلي اني احطها مباشرة فلو يجينا احطنا نكتبها هون نكتب اي هون ايش بتطلع معين اتطلع نيجي نتطلع المعادلة الاولى عندي zero واحد مش هيك وبعدين عندي هون ناقص 6 ناقص 5 وبيه شو بتساوي صفر صفر اه مش صفر واحد ولذلك هي مش بالكنترول بالكانون ايكا الفور اه احطتني هلأ C C شو بتساوي C بس Y بتساوي X 1 مش هيك فC بتساوي واحد zero وD بتساوي zero هاي 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 1 هو زائد U of T هي المعادلة كان ناقص U of T كيف تقول عشان ناقص عشان ناقص اللي هون اه اخذ الغادة منك كانت زائد U of T لا اذا بتطلع جوا ايش كان مكتوب جوا اول ما طلعت الخمسة كان يدي X 1 dot minus U of T مش هيك انا اخذ زائد خمسة بس ما هي هاي ناقص لما بطلع ناقص خمسة برة شو رح يصير عندي جوا لازم احط اشارة معكوس